الآن ينضم لنا فيه للسوديو الدكتور سفيان أبو زيدة الوزير الفلسطينية السابق دكتور سفيان أهلا بك على شاشة الغد مساء الخير صدر القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية في العقبة تؤكد ضرورة الاستمرار بالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة كيف قرأتم مخرجات وما خلصة وتمخضة عن هذه القمة يعني هو في اعتقادي هذه المخرجات مهمة وهي مخرجات يعني مألوفة وطبيعية التأكيد على عدم القبول الترحيل عدم احتفاظ إسرائيل بمناطق في غزة والأساس وقف العدوان الدولة الفلسطينية وكل هذه المبادئ المتفق عليها والخطوط المتفق عليها بين الأشقاء خاصة دول الجوار مصر الأردن مع السلطة الفلسطينية ولكن في تقديري أن هذا الأمر أيضا هذه القمة مرتبطة بما هو أبعد من ذلك أعتقد أن مرتبطة هي أيضا بترتيب البيت الفلسطيني سواء كان خلال هذه المرحلة أو خاصة بعد انتهاء العدوان على غزة هذا أعتقد المهم والذي في اعتقادي لم يأتي إلى ذكري في البيان الختامي ولكن أعتقد أن من مصلحة الأردن ومن مصلحة مصر بالتأكيد وهم مؤثرين جدا على الوضع الفلسطيني والوضع الفلسطيني يؤثر عليهم داخليا بشكل كبير جدا سواء كان على الأردن أو على مصر وهو جزء من أمنهم القومي لكل البلدين وبالتالي هم يتابعون وما يجري في الساحة سواء كان في غزة أو في الضفة وأعتقد أن يهمهم جدا الإطمئنان بأن البيت الفلسطيني يجب أن يرتب بشكل يخدم القضية الفلسطينية ويكون أكثر فاعلية في المرحلة القادمة ولكن أعتقد أن زيارة بلينكين اليوم إلى رمالة وقبلها كان في الأردن وكان في مصر وكان في السعودية وكان في الإمارات وكان في قطر أعتقد أنها أيضا هي لا تخرج عن هذا السياق بمعنى هناك شيء ميداني له علاقة بوقف العدوان وزيادة المساعدات وموقف موحد من عدم الترحيل الفلسطينيين وعودتهم إلى بيوتهم ووقف العدوان وإدخال المساعدة إلى آخر ولكن أيضا له علاقة في ترتيب البيت الفلسطيني الذي أكرر وأسميه أنا عادة إعمار النظام السياسي دكتور سفيان في زيارة بلينكين ولقائه مع الرئيس محمود عباس شدد بلينكين على ضرورة وجود إصلاحات في السلطة الفلسطينية هذا التعبير وهذا المصطلح ما المقصود به؟ يعني هذا المصطلح تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا بشكل علني ولكن أيضا هو أعتقد هو محط اهتمام كل العالم سواء كان الاتحاد الأوروبي أو حتى الدول العربية المجاور التي يهمها الموضوع الفلسطيني البيت الفلسطيني يحتاج إلى ترتيب هو ليس لأن الولايات المتحدة الأمريكية تطلب وليس لأن الاتحاد الأوروبي يطلب وليس لأن الدول العربية تطلب بل إصلاح البيت الفلسطيني إعادة بناء البيت الفلسطيني إعادة تنظيم البيت الفلسطيني هو مطلب فلسطيني قبل أن يكون مطلب لأي دولة أخرى أو لأي جهة أخرى يعني بمعنى أن أمريكا تطلب هذا لا يعني أن ما تطلبه دائما هو غير واقع وغير مطلوب لا الشعب الفلسطيني كله كل الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الخارج يريد إصلاح منظمة تحرير لكي تبقى الممثل الشرعي الوحيد بلا منازع للشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني في غالبية العظمى بالله أريد أن أقول كله يريد أن يرى كل القوى الوطنية الفلسطينية الحية ممثلة في هذا في المنظمة الشعب الفلسطيني يريد أن تكون هناك حياة ديمقراطية للفلسطينيين سواء كان انتخابات تشريعية أو انتخابات رئاسية الشعب الفلسطيني يريد فصلا حقيقيا للسلطات كما هو وارد في القانون الأساسي الفلسطيني كل هذه الأمور على مدار 19 عاما تقريبا غير موجودة وبالتالي الحديث عن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني أو إجراء إصلاحات في النظام السياسي الفلسطيني هو ليس لا مطلب أوروبي ولا مطلب أمريكي ولا مطلب بلينكين ولا مطلب بايدن ولا مطلب أي جهة أخرى هو بالدرجة الأساسية هو مطلب فلسطيني وضرورة فلسطينية ملحة نتقل إلى تصريحات جانس الذي أكد استمراره في مجلس الحرب الإسرائيلي طالما كانت هناك حاجة لوجوده هذه التصريحات ربما تدل على تعرض جانس في الفترة الأخيرة لضغوطات يعني هو منذ البداية عندما قرر جانس وأيزنكوت وكتلتهم أن يدخل ينضموا إلى الحكومة لاستفادة من تجربتهم ولأن إسرائيل في حالة حرب من الضروري أن يكون جزء من أجل يحاء بأن الشعب الإسرائيلي موحد حول الجيش أو خلف جيشي ومع الإدوان لكن كانت هناك أطراف في إسرائيل تعتقد أن هذا الأمر يخدم نتنياهو ويخدم حكومة يتنياهو المتطرفة وبالتالي ليس من الصحيح أن ينضم جانس إلى هذه الحكومة هو شريكه أيزنكوت ولكن جانس كان له وجهة نظر أخرى هذه وجهة النظر بالمناسبة أكسبته أصوات كثيرة بمعنى هو يحلق في السماء من حيث عدد الأصوات وعدد المقاد وفقاً لاستطلاعات الرأي ولبيد مثلاً الذي رفض الانضمام يعني يتراجع من 18 إلى 14 وكذلك نتنياهو وليكود وحزبه يتراجع بمعنى أن جانس رغم كل الانتقادات هو يستفيد من هذا القرار بالانضمام إلى الحكومة وبالتالي اليوم مؤتمر للصحفي هو أراد أن يقول نحن طالما نستطيع أن نؤثر على مجريات الأمور وطالما أن وجودنا ضروري سنبقى في هذه الحكومة أشكرك شكراً جزيلاً لك الدكتور سوفيان أبو زيدا الوزير الفلسطيني الصادق شكراً جزيلاً شكراً